وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 184 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 143 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 41 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 733 قضية من بينها 78 قضية خبز ناقص الوزن و76 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ففي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تمضبط أكثر من 12 طن أقماح محلية